اشتركوا في القناة في مختلف القطاعات واللوائح ذات العلاقة بعمل الوزارة كما تعمل ايضا على مراجعة مشاريع العقود التي تختص الوزارة بابرامها والاتفاقيات التي تكون طرفا فيها وكذا متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة او عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحية لكم مشاهدين ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الاسبوعي من قلب البرلمان نحن اليوم في ضيافة نائب المجلس الشعبي الوطني السيد خليفة بن سليمان شكرا لك سيدي على الاستقبال في مكتبك تحية طيبة من خلالك لكل المشاهدين وكل المشاهد الكريم بداية سيدي الفاضل نتحدث عن مراجعة القانون المتعلق بموارسة الحق النقابي حدثنا قليلا عن هذا القانون اولا فيما خصها القانون يعني نعرف ان الجزائر دخلت مرحلة التجديد ومرحلة اعادة النظر في كل قوانينها بحيث نجد ان الكثير من القوانين لم تحين منذ اكثر من يعني يعني عدة عقود وعلى سبيل المثال قانون الحق النقابي ممارس حق النقابي منذ 33 سنة يعني تقريبا من 1900 يعني بالضبط 1990 لم يعدل هذا القانون ولا بد ان توقت يعني تجد له اسقطات مع دستور يعني 2020 الفاتح من نوفمبر 2020 هذا القانون الذي يعني نحن انتظرناه منذ اجل يعني بعيد يعني ولكن نرى فيه انه جاء بالفعل ليعطي الدور الحقيقي للنقابات ولا يذيق الحريات مثل ما يعني بعض النقابات تصفه بها انه مذيق للحريات وما هي الاهداف الحقيقية للمراجعة؟ هذا القانون الاهداف الحقيقية لربما لتأخذ النقابات الدور الحقيقي انتعها في الدفاع عن العمل ومسايرة الاقتصاد الوطني وكذلك ضمن المنظومة يعني هذه القانونية يعني نجد يعني هذا القانون بالذات وقعت عليه ضجة وعدلت فيه 66 مادة لجنة يعني اجتهدت من حيث الشكل في تعديل 66 مادة وللإعلام هناك 160 نقابة موجودة على أرض الواقع ولكن لما نتكلم عن هذا التمثيل الحقيقي لا نجد الكثير ليس لها تمثيل يعني داخل المؤسسات وداخل ربما الهيئات الإدارية نجد على مثل 34 نقابة في قطع التعليم وحده احنا هنا هذه النقابات هل لها دور في رفع يعني قيم من هذا المستوى ومساندة إطارات التعليم أو هي موجودة من أجل ماذا؟ هذه النقابات نجدها موجودة في الصحة أكثر من 20 نقابة على المستوى الصحي بينما القطاع الاقتصادي يعني عدد قليل من نقابات يعني بالنظر للنقابات الموجودة في قطاع الوظيفة العمومي هذه النقابات نحن انتظرنا منها الكثير أنها تكون هي المرافعة الحقيقي عن العامل وعن الموظف نجدها اليوم أصبحت تساهم في خلق بعض الفتن في المؤسسات ونجدها اليوم لا بد من قانون يؤطرها مثل عهدات ولا بد تبقى مفتوحة هناك الكثير من مسؤولي هذه النقابات بقي أكثر من 20 سنة على رأس نقابة بدون يعني ربما الصفة حتى أنه خرج يعني راح للتقاعد ولكنه ما زال على رأس النقابة بأي صفة وبأي حق ولكن بصراحة هل مطالب النقابات تأخذ بعين الاعتبار نعم أخذت بعين الاعتبار وهم يتكلمون على العهدات لا بد من تبقى لصلاحيات يعني ربما الجمعية العامة ولما ينتخب النقابي يعني تبقى للعهدات مفتوحة لكن بالنظر للدستور الجزائري نحن في البرلمان عندنا عهدتين رئيس الجمهورية عنده عهدتين رئيس النقابة الدولية يعني المنظمة الدولية عنده عهدتين يعني هذا أمر نحن لسنا بغربة عن العالم نحن طبقنا قانون التي أعطينا ربما الفرصة للآخرين كي يشرفوا على النقابات وربما للتشبيب وربما للطاقات يعني بعض طاقات جديدة في العمل النقابي لا تبقى منحصرة على أشخاص معينين من أجل أسليب يعني عهدناها في الماضي نحن بالنظر للإضرابات التي كانت تقعوا ولازالت تشهدها الجزائر يعني الجزائر وخاصة خاصة في قطع التربية وقطع التربية وصلنا في منذ بضع سنوات لربما لتقريبا إلى سنة بيضاع أولادنا وأبناؤنا يذيومين يذهبون إلى المدارس ببضعة كيلوغرامات فوق أكتافهم ولكنهم لا يدرسون بسبب هذه النقابات كثرة المطالب نقابات خاصة بالأستاذ خاصة بالمخبريين خاصة بمساعدية التربية بأساتي التعليم الثانوي يعني منقبات خاصة بالعمل المهني متعديل خدمات هذه النقابات ربما كانت دور بالأجر بها أن تساهم في رفع مستوى التعليمي وكذلك في الحفاظ على المنظومة التربوية في حد ذاتها وكذلك الدفاع على منتسب القطاع سواء كانوا عمال مهنيين أو أساتذاء أو إطارات تعليمية نحن لما نرجع إلى الماضي لاحظنا تلك الإضرابات في المطارات لاحظنا المئات يعني من عدة ولاية جنوبية بأكثر من ألفين كيلومتر من تمرست ومن إليزي ومن جانت ومن تندوف بقوا لبضعة أيام في المطار ولكن بما نفسر هذه الإضرابات نتيجة الإضرابات كذلك نجد الإضرابات في قطاع الصحة الصحة التي هي عمل إنساني بالنسبة للطبيب والممرض أصبحت يعني يعمل بالسيرويس مينيمو أين نحن ذاهبون لا بد من قانون يؤثر عمل النقابي ويعطيه الدورة والحقيقي نجد القطارات في العاصمة يعني لأكثر من أسابيع وهي في حالة إضراب والمواطن يعني ذاك يعني بسيطة دخل ولكن حين لا نجد آذان ساغية من الجهات الواصية هذا ما يدفع ربما بالنقابات ولكن النقابة ليست يا أخت الفاضي الموجودة من أجل إضراب هناك حلول أخرى هناك حوار وفي نفس الوقت نحن لسنا مع المتصلت ذلك المسؤول المتصلت سواء كان إداريا أو على رأس مؤسسة اقتصادية وهل المجموعة التاسعة فتحت المجال للحوار مع النقابات نعم نعم هذا القانون بالنظر لكلمة الوزير يعني المشروع لما عرض من طرف الوزير قبل ساعة من الآن تشرح يعني شروع كبيرة وقال أنا مستعد أن أجيب كل النواب على التساؤل التحيم وقال أشركت الجميع ولكن مقرر اللجنة الصحة والعمل والضمن الاجتماعي يعني أذكر حتى الأسماء التي استدعاهم وتناقشهم معهم حول هذا القانون النقابات ذات التمثيل هذا القانون نحن انتظرناه منذ كثير لكي يضع كل إنسان في المكان تعه النقابات لابد أن يعني تقيد بقانون يعرف يعني صلاحياته واجبات تعه والحقوق تعه ماهيش فوضى اليوم أصبحنا يعني عديد المؤسسات الصناعية أفلست وأغلغت أبوابها نتيجة التصرفات الغير مسؤولة من طرف النقابات نحن ننتظر من النقابة أن تكون ذاك المدافعة الحقيقي على العامل وعلى الاقتصاد الوطني على الموضفة أتسبني بدل أن تهدم ربما يعني أتسبحت اليوم أداة للهدم أداة للبزنسة كأنها سجيل تجاري غير معلن أمام المدرأة وأمام المؤسسات أنا ابن منطقة صناعية في يوم الأيام النقابة استعملت كحزب سياسي جمعت ملايين الإمضاعات والتوقعات والاستمارات هناك دجأوا إلى ملفات العمال وبدأوا خاصة في مراحل الانتخابات تستغل النقابات تستغل النقابات لما جاءت مادة أنها تفصل بين المسؤوليتين وتفصل بين الوظائف أن تكون قيادة في حزب لا يحق لك أن تكون قيادة في نقابة هذه النقابات لابد أن تعرف يعني حقوقها واجبتها لا تتدخل فيما لا يعنيك هذا القانون كان صارم من حيث العهدات نظم العهدات من حيث كذلك أنك لا تتدخل في العمل لا تكون هنا مسؤول وهنا مسؤول نحن اليوم الحمد لله هذا القانون ونحن مع هذا التجديد وهذا الفورة القانونية التي الجزائر منذ سنتين ومنذ انتخاب السيد الرئيس الجمهورية سيد المجد التبون أعطى على عهده يعني قطع على نفسه عهد كبير أنه سوف يضع الجزائر في السكة الحقيقية سواء من جانب القانوني أو من جانب الاقتصادي ونحن نرى أن الجزائر مقلعة في جميع الميادين وخاصة أننا استقبلنا في الدورة الأولى للبرلمان دورة 2021-2022 أكثر من 35% خاصة بالقوانين خاصة بربما شفنا آخر قانون اللي كانت فيه يعني جدل كبير وقانون مضاربة لكن اليوم كان القانون صارم والحمد لله يعني قدرنا أن حاربوا تلك المافيا التي كانت تتلعب بقوت الفزائرين نرجع للقانون هذا انتعى النقابة أختي الفاضلة أنا الأوان أننا كل إنسان كل يعني ما هو مسؤول في الجزائر أو ما هو رئيس أمر أوس أن يخذع للقانون سواء كان نقابي أو غير نقابي نحن ضد من هذه النقابات أو المنظمات أو الهيئات التي تنحاز عن الأهداف التي أنشئت من أجلها ولكنها تذهب إلى أهداف مسطرة في ذهنياتها من أجل خلق بعض الفوضى ومن خلق هناك الكثير من المسؤولي المؤسسات الذين تناقشنا معهم قال لك بالنقابة هي آدات أصبحت آدات معرقلة أصبحت عشرة واربط كل مدينة لافتة المدير ما نحتاجوهش المسؤول ما نحتاجوهش وتلقاها في المقابل تريد التوظيف بالمحابات تريد كذلك البزنسة فيما يسمى بالمشاريع وطلبات الشراء تريد طيق ليلية ولكن في نفس الوقت نحن نحن ذات ذاك المسؤول المتسلط كذلك الذي لا يعترف بحقوق العمال وحقوق الموظفين وحقوق الإطارات وكذلك لما نجد في بعض المؤسسات في المدن الصناعية والمدن الجنوبية شركات المناولة لحد السعب ترفض أن تكون هناك نقابة بحيث نجد هذا الذي يتاجر بالبشر أقولها صراحة هذا اللي نطلب من الدولة ونوزارة العمل تدخل في هذا المجال هذا يتاجر بالبشر أنه يتقاضى على العمل مبلغ يفوت لـ 150 ألف جنار جزائم يعني يجب أن تكون رقابة مشددة رقابة مشددة وتكون نقابات أنها تدافع على هذه الفئة ليست نقابات أنها تساهم في خلق الفوضى وربما في اللا استقرار وخاصة في المؤسسات اللي أنها تتقاضى يعني مرتباتها من هامش الربح نتاحها الشهري اليومي نذهب إلى مساعي رئيس الجمهورية تماشياً مع الرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الجزائر الجديدة ما هي أهم الأحكام القانونية الجديدة التي جاء بها مشروع القانون النقابي؟ لنشوف المشروع القانون يعني الأهم ما جاء به هو يعني وخاصة لما تكلموا على العهدات تماشياً مع ربما مش حتى مع ما آلت إلي الجزائر في السنتين الماضيتين حتى مع العرفة الدولية نجد في جلده والعالم أن هناك في جميع الهيئات والتنظيمات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والسيادية أنها عهدتين فقط لكن أنك نخليك مفتوح تبقى طلحيتك أنك نقابي وصحافي وفي الهلال الأحمر وفي الجمعيات ورئيس الاتحاد الرياضي أين؟ إلى أين؟ يتقلدون عدة مناصب يتقلدون عدة مناصب يعني هذا الشيء اللي مرفوض جملة وتفصيلاً كذلك الأهم الأهداف أنه ما عندك حتى تمثيل الكثير من النقابات عنده ختم في المحفظة نتاعه ويمشي ختم وأنه مسؤول لعمال مسؤول كذا أنه يساهم في التعطير ليس في التنمية في البناء السيد الرئيس الجمهورية لما يعني هذا القانون فات على مجلس وزارة بالطبع أي قانون يفوت ويصادق عليه السيد الرئيس ويجي للبرلمان حتى يناقش لللجنة المختصة سواء كانت لجنة العمل أو اللجنة القانونية أو لجنة الصحة يعني أي قانون يروح لللجنة أو المختصة حتى قانون الإعلام مؤخرة موجود عند لجنة الإعلام والإتصال يعني هذا يدرس ويحلل كذلك يعني من ناحية أخرى هذا القانون لما نشوفه أنه تعدل في اللجنة من حيث الشكل لـ 66 مادة تعدلت بما يتطابق مع متطلبات الطبقة الشغيلة ومع ما تطلبه النقبات الفاعلة بحيث استقبلنا البارح مجموعة من النقبات هنا في الكتلة هنا وتناقشنا معهم وشوفنا أهم الأمور اللي يطالبوا بتعديلها انطالبوا يعني احنا نقوله صراحة قضية التمثيل 30% يعني يقول لك بللي لو كان غير منطقية لابد أن تخفض إلى 15 اللجنة عدلت 27% وعشرين لكن في تعديلات النواب ربما تصبح 15% أو 20% بذكرك للتعديلات ما هي فيما تتمثل التعديلات الشكلية والموضوعية وما هي أهم التعديلات التي مستها نعطيك مثال هذه قضية للتمثيل التمثيل لعدلت اللجنة كان 30% عدلتها إلى 25 وذا التعديل صعب هذه من أهم التعديلات لعدلتها اللجنة أنها من 30% إلى 25% لكن نحن كنواب نطمح أنها تنخفض إلى 20% أو 15% حتى لا يصبح تضييق على الحريات والمادة 69% من الدستورة يعني أعطت لنقبات حق يعني أنها تكون تعمل بكل حرية وبكل شفافية وبدون ضغوطات أو مثلا مسائرة من خارج يعني إطار الإطار نحن نشوف باللي الدستور الجزائري دستور 2020 الذي عدل في 2020 يعني لم يستثني أي شيء أعطى لكل حقا حقه ولكن تبقى هذه القانون القوانين التي يعني لابد أن يكون لها إسقاط مع الدستور أنها تسايل وأنها تنظم كل المجالات بما فيها مجال العمل والتشغيل بهذا المجال الذي عنده علاقة بشريحة واسعة في المجتمع وفي لدى المواطن بالنسبة للمادة الخاصة بحق الإضراب والمادة الخاصة بفض النزاعات الجماعية التي تم رفضها من قبل النقابات العمالية حدثنا أكثر عنها والله بالنسبة لأن أولا الإضراب الإضراب في حد ذاته حق لكن لا يبد أن يكون مؤثر إذا كان ساهم في إضراب من أجل التعطيل شل الأقتصاد الوطني أو تعطيل مؤسسة تعليمية لحد الساعة أبنائنا الكشوف عن نقاط لم تنولهم بسبب النقابات اليومية هذا هذه الإضرابات التي كانت في السابق تساهم في شل بعض المؤسسات وشل بعض القطاعات ذات الصلة المباشرة مع الحياة اليومية المواطن لما نتكلم على إضراب في قطاع الصحاب بأي حق ولكن أليس غلق غلق باب الحوار ربما لا ليس غلق هناك أطر أخرى ربما هي وعود هناك أطر والحوار المفتوح في جميع يعني أطر موجود والحوار المفتوح بين الرئيس وبين أي الهيئات العملية يبقى موجود لكن الإضراب لما تلجأ هو آخر شيء هذا الإضراب ليس يعني يكون إضراب يعني من أجل ربما أن هذه الجهة لازم تخضع للقانون لما تتجاوز القانون لما نشوف أي مؤسسة تتجاوز القانون آخر الدواء هو الكيه والإضراب ولكن هناك أجهزة أخرى وهي العدالة ولها كلمتها في الأخير ولكن بيتطرقكم لقيطاع الصحاب هناك مطالب بخروج من الوظيف العمومي ومطالب أخرى بإلغاء الخدمة المدنية ولا زالت قيدة الدراسة الخدمة المدنية نعطوا مثال في قضية الخدمة المدنية نحن نحترم الأطباء ونحترم كذا يعني كذلك نحن في بعض الولايات الموجودة على مستوى الوطني يعني هناك غير متوفرة يعني كليات للطب وغير الجامعة يعني الجامعة يعني موجودة يعني داخل الجامعات لما لا هذه خدمة مدنية موجودة منذ منذ كانت سنتين لما هي سنة واحدة هذه فقط سنة وفي يوم الأيام في العهدة السابقة هناك عدة احتجاجات حول قضية الخدمة والخدمة المدنية لدى عامل يعني منتسب قطاع الصحة من أطباء نحن نشوف فيها بلي مش حاجة مش لي مش لي مش لي تقلق سنة أنك تقضيها وهذا هذه الجزائر يعني قلبها يستسع للجميع من التالت أنك تخدم في الجزائر العاصمة أو في طمراص أو في إليزي أو في جنت أو في المدية كلها الجزائر وتستحق يعني الدولة اللي علماتك وخسرت عليك وبذلت المستحيل بيشتر أطراتك اللي يمكن تخدم المواطن تحت في أي شبر من عرض الوطن هذا ليس بإربا ما بي كانت هناك مطالب واحتجاجات أيضا بالخروج من الوظيف العمومي أنا نظن أن الدولة وخاصة سيدة رأي جمهورية في المدة الأخيرة أن جميعا تقريب التعديلات أو ربما بعض الالتفاتات اللي كانت تتهم العامل وتهم الموظف كانت تأتي من الدولة عمرنا ما سمعنا بالنقابة ساهمت ولكن كانت تأتي من الدولة ونشوفه مؤخرا سيدة رأي جمهورية عدل حتى نظام الأجر القاعد للموظفي وللعاملين على مستوى جميع القطاعات نشوفه هناك بين الفينة والأخرى تتدخل الدولة هي التي تساهم وتبادر بالنسبة لحقوق العمل والجزائر ضمن المعاهدة 87 تلتزم بالاتفاقية الدولية وتلتزم بكل ما يفيد العامل والجزائر لم تخرج في يوم الأيام عن نطاع المعاهدة الدولية والاتفاقية التي وقعتها وتحترم ما وقعت عليه ونجد كما أسلفت أن الدولة دائما تساهم في رفع الأجر والسيدة الجمهورية منذ قليل ربما أيام قلائل قال هناك رفع ثاني للأجر ليتناسب مع متطلبات الجزائرين ومع رفع لأن ربما نشوفه بالنظر للغلاء اللي يعرف العالم وبنظر لارتفاع الأسعار المستوى العالمي وتذبذب في السنتين الماضيتين نتيجة عدة ظروف من بينها كوفيد يعني الجائحة الكوفيد وكذلك الحرب الموجودة في أوكرانيا يعني في بعض المواد اللي مستها الندرة نجد بعض الغلاء وهذا الشيء للجزائر يعني كل ما شافت أن هناك مساسا بالقدرة الشرية رفع يعني لما أنشأ منحة البطالة ورفع من قيمة وكذلك منحة التقاعد كل هذه يرفع من القدرة الشرية ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي الذي نطمح إليه كنواب وكمواطنين دائما يعني حتى مشروع قانون المالية 2023 أتى بالخير أتى بالخير وأن نعتبره أكبر ميزانية من الاستقلال يعني 98 مليار دولار ما يقدر ب130 ألف مليار دينار هذا الشيء كبير أنه يصر في سنة 2023 يعود بالفائدة وكذلك سنة 2023 مثل ما وعد السيدة الجمهورية تكون سنة إقلاع اقتصادي وسنة استثمار لما إن شاء الله نشوفه باللي بذكركم للاستثمار ماذا عن مراجعة قانون الاستثمار والقانون الذي يحكم العلاقات المهنية أولا القانون الاستثمار يعني جل برلمان وكنا نطمح هذا القانون أنه يضع الجزائر في السكة الاقتصادية بالنظر للخيرات اللي موجودة في الجزائر الجزائر يعني لا يخفى على أحد 2.8 كيلومتر مربع شيء هذا المناخ المتعدد هذا الثروة اللي موجودة في كل مكان يعني نقدر أنك تستثمر فلاحيا صناعيا لا نتكلم على البترول لا نتكلم على المناجم لا نتكلم على ما هو موجود ثروات لكن هناك ثروات حتى في الجنب الخدماتي هذا الاستثمار لما طلبنا بشيكون قانون قانون جاء اللي ننتظر النصوص التنظيمية وننتظر قانون العرض ونقد هذا القانون يعني كذلك يدخل في هذا الصغاء يعني في قضية الاستثمار نتمنى إن شاء الله تكون 2023 سنة الإقلاع اقتصادي حقيقي وتعود بالخير على الجزائر وكل ما لاحظناه في هذه السنتين لا يخفى على أحد بأن الجزائر في ظرف سنتين قدرت أنها تعيد جميع قوانينها هذا البرلمان منتخب في ذل قانون وعضو جديد بعد الدستور متاع 2021 و2020 يعني قدرنا اللحظه باللي جميع الهيئات التي ربما مسها التعديل الدستوري يعني تقدرنا كيفوها مع الدستور في ظرف قياسي وليهم الحمد لله الحمد لله الجزائر بعد الحراكة المبارك قدرت أنها أنها توضع فوق السكة والحمد لله بفضل وجود واستقرار المؤسسات وبفضل النية الصادقة والإرادة السياسية المتوفرة لدى السيد الرئي جمهورية بنظر للعهود التي قطعها الأربعة وخفصة قطعها على نفسه بأنه ونشوف فيه جسدها اليوم قبل الواحدة والأخرى خدمة للجزائر وخدمة للجزائريين وكذلك النجاحات التي عرفتها الجزائر مؤخرا فيما يتعلق بالقمة العربية فيما يتعلق بالمنظمات الاتحادات البرلمانية الإسلامية فيما يتعلق بتنظيم الشان فيما يتعلق هناك عدة إنجازات يعني عرفناها لم نعرفها سابقا الحمد لله هذا يدل على عدب الجزائر في الواجهة نعم الواجهة كذلك الدولية الواجهة الدبلوماسية كلمة الجزائر تحرر موقف الجزائر الجزائر مع القضايا العادلة وخاصة القضية المحورية القضية الأم دائما لموقف الجزائر المتميز مع القضية الفلسطينية ونشوفه بل رئيس جمهورية دائما يتكلم عليها بكل شجعة وهذا هو موقف الجزائرين الجزائر اللي عنده النخوة وعنده النيف وعنده كذا لا يرضى بأن يبقى أي شعب مكيد في العالم وغير محرر الجزائر مع القضية الصحراوية نحن يعني عانينا يعني ويلات الموقف تعنا مع بعض القضايا لكن يبقى دائما موقفنا نفتخر به قيادة وشعبا ونقول لصيد رئيس جمهورية من خلاله إلى كل الخيرين في هذا الوطن هذا أننا سائرون نحو يعني ومساندة هذه الإصلاحات ونلتزم بها التزاما لتطبيقها في أرض الواقع من خلال البرلمان بسن جميع القوانين التي تتكيف مع الدستور وتتكيف مع الساحة الوطنية سواء كانت اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا ما رأيكم في عدم الخلط والفصل بين الممارسة النقابية والأحزاب السياسية هذه كانت في السابق لقد تكلمت على جمعة توقيعات ستة مليون توقيع تعرفونها والجميع والشعب الجزري يعرفوها ستة مليون توقيع من العمال ومن الموظفين ومن الإطارات عنوة ورغما بطرق أساليب ملتوية هذه النقابة لماذا تحشر نفسها في العمل السياسي السياسة للأحزاب للسياسيين ليست للنقابة النقابة مهمتها العمل والدفاع على العمل والحفاظ على المؤسسة وحفاظ على الهيئات والاستقرار داخل داخل الهيئات لا العمل السياسي هذا ما أتى من إيجابية هذا القانون أنه يفصل بين العمل السياسي والعمل النقابي ومن كان قياديا ليست على البسطة من كان قياديا في النقابة أو في منظمة سياسية حزب سياسي لابد أن يختار يأما أن تكون سياسي أو تكون نقابي وكذلك اشترطت على النقابين وعلى قيادة المنظمات النقابية أن تكون ذو مستوى وتكون كذلك يعني في التكوين يعني يكون عندك يعني مستوى تكويني أهلك بشتقود هذه النقابة وماذا عن حقيقة الشفافية في المنظمات النقابية الشفافية كل ما نحن نقول كذلك أنها دروع الشفافية في أي مجال في أي مجال كل شيء موجود فوق الطاب لا يعطب الشفاف الممارسات التي كانت السابقة تحت الطاولات الآن الشعب الجزال يرفضها وما أتى بهذا القانون كل شيء موجود وكل شيء فوق الطاولة ولا هذا القانون يعني لم يطرق أي شيء لم يذكرهم هذا القانون الذي ينتقده هو من ذيقت عليه ينتقد ذاك الذي يرى من النقابة أنها آدات التبزنيس يرى من النقابة أنها آدات للكولسة يرى من النقابة أنها آدات ربما لليل يد يرى من النقابة أنها آدات للمصرحة يرى من النقابة أنها ربما شل أو توقيف الجزائر نقول لمنهم يرون نفسهم فوق القانون سواء في النقبات أو غير النقبات بأن هذا العهد قد ولّا واليوم أصبحت دولة قانونية بامتياز ودولة يعني إن شاء الله تكون أن هذه القوانين يعني تطبق في أرض الواقع لكن في نفس الوقت أختي الفاضلة لن نرضى بذلك المسؤول المتغطرس ذلك المسؤول الدكتاتوري في المؤسسة الذي لا يحترم قواني الجمهورية ولا يحترم العمال كذلك لابد من يعني من الطرفين يعني لا نتكلم على النقابة في حد ذاتها بأنها نقابة ربما تلجأ إلى أسهل بغير قانوني ولكن في نفس الوقت هناك بعض العمال المسرحون والذي نجد أنهم بالعدالة رجعوا إلى مناصبهم لكن بعض المؤسسات وبعض مسير المؤسسات ليرفضون إرجاعهم إلى عملهم هنا لابد من يعني إعادة النظر في هذه الأمور ما مدى أهمية دور المرأة والشباب في مختلف المنظمات النقابية والله أولا نحن نقول لارولاف الاستمرارية المرأة والشباب وخاصة لما نشوف بالسواد الأعظم للشعب الجزائري هم شباب السواد الأعظم للتركيبة المجتمع الجزائري هم شباب هنا لابد من إشراك هذه الفئات والحمد لله الدستور أتى بيعني وخاصة بالمجلس الأعلى للشباب ويعني طالب بإشراك هذه الفئات وربما حتى في الانتخابات اشتراط ما هو أقل من 25 سنة يكون يعني أقل من 40 سنة يكون شباب في أعلى مستوى حتى على البرلمان نوجد يعني هناك يعني مايش بين الفينة بين عشية وضحاها نقدر نقلب ذهنية الجزائري وعقلية الجزائري خاصة في بعض المناطق في بعض المناطق النائية ذات التقاليد وذات الأعراف المعروفة يعني مش بسهولة باش تخرج المرأة أنها تسير أو احنا نجدها في المناطق الحضارية وفي المدول الكبرى مثل العاصمة ومثل الولايات الكبرى أن تجد المرأة أصبحت لها دور كبير سواء على مستوى النقابة أو على مستوى المجتمع المجتمع المدني أو على مستوى ربما الهيئات يعني جميع الهيئات أن تكون المرأة ممثلة يعني وهذا الشي أننا نرحب به وما لابد أن تأخذ حقها وما أعطاها لها الدستور فيما تتمثل شروط المنخريطين في المنظمات النقابية؟ شروط المنخريطين في أن تكون يعني سهلة سهلة الوزير سهلها النشط القانون سهلها أنه رقم الضمار الاجتماعي تلك فقط في تلك المؤسسة رقم الضمان تاعك والبطاقة تاعك تاع الإنخراط هنا دار منصة خاصة بإحصاء عدد المنخريطين وهنا اللي عرفوا باللي مستوى النقابات والتمثيل تاعها عن طريق هذه المنصة وهذا اللي يعني اللي عرفوا كل نقابة وش عندها وش حال تمثل هذا الشي اللي يعني شي سهل موش وما رأيكم في تحديد مدة أعضاء المجلس النقابي لسنة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مدة أعضاء المجلس النقابي ثلث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ربما اللجنة يعني عدلت يعني التعديل اللي كان داخل اللجنة لحقت حتى خمس سنوات خمس سنوات خمس سنوات لعهدتين خمس سنوات لعهدتين وهذا الشي إيجابي ومن ثم أترك المجال لأشخاص أترك المجال لكفاعة أخرى أترك المجال من أجل يعني الكل يتقلل وكل يسير وكذلك الدفع يعني روح جديدة داخل النقابة بطاقة جديدة وبهياكل جديدة لكي ترفع من مستوى التمثيل ضخ دم جديد ربما يعطيك صح النائب خليفة بن سليمان الدائرة الانتخابية الأغواط ولاية غنية بإنتاج الغاز الطبيعي الذي تمون به أوروبا والتي تساهم به ثلث الاقتصاد الوطني تقريبا ومع ذلك يعرف قطاع التشغيل أقول توترا في المناطق الصناعية في رأيكم سيدي ما هي الأسباب؟ تعرف المناطق الصناعية توتر كبير من حيث سوق الشغل وكذلك هذه المناطق للآن ما زلت شكك في نظام الوسيط هذا النظام الذي من المفروض أنه يضفي الشفافية في عملية في تنظيم سوق الشغل وفي عملية يعني ربما توجيه طالبي العمل للمؤسسات عن طريق الوسيط التي تستعمله الوكالة الوطنية للتشغيل هذا النظام الذي يعني كان يرجى منه أنه يكون يضفي الشفافية ويرجع ثقة بين الإدارة بين الوكالة وبين طالبي العمل لكن لحد الساعة طالب العمل في الجنوب وفي المناطق الصناعية ما زال يشكك في هذا النظام نظام الوسيط وكذلك شيء آخر هو لما نجد مثلاً المؤسسات التابعة لمؤسسة نتراك هي كثيرة يعني نحضره على لونسبي الجي سي بي جي تي بي ليون تي بي لونفور ساربي لكن لما نجد عامل في مؤسسة ليون تي بي ولونفور وساربي ومثلاً نقل لونسبي يتقاضى عام اليوم يتقاضى لأكثر من 80 ألف ونجد عامل في نفس المؤسسة التابعة لصناع تراك يتقاضى 4 ألف 30 ألف ونجد عمال بلدية تقاضون 22 ألف إلى 30 ألف هذا ليست عدالة في نفس المناء ونفس الصعوبة المناخية اليومية من الحر ومن الظروف الطبيعية في نفس المكان نجد هناك فوارق يعني في قضية ربما الأجرة وفي قضية ربما الامتيازات للعمال هذا ما يخلق نوع من الفوضى كذلك قضية المناولة نجد مؤسسات تعمل بالمناولة مؤسسات يعني سترة عمال إلى هيئات أخرى ومن بعد يعودوا يجيبهم يعني ينقصواهم من الأجرة نتاحا ويحكي شغل بيعا ولكن ربما سكان المنطقة يظنون أنهم أولى بالعمل في المناطق الصناعية القانون وخاصة تعليمة 2013 التي تعطي الأولوية بالفعل للوزير الأول أنذاك لسكان المنطقة بسثنا ربما بعض المهن الغير موجودة في المنطقة لكن الحمد لله اليوم الجامعة الجزائرية ومراكز التكوين الوطنية التي تختص في تنظيم هذه المهن في الجنوب أصبحت يعني يوميا أو سنويا يعني تتخرج العشرات والمئات من هذه الكفاءات نجد نحن أبناؤنا محرومين من هذه المناصب وما زالت المحابات اليومين هذا نطلب تكون هناك السرامة وخاصة على مسيلي بعض المؤسسات في التوظيف المباشر من وراء القانون نطلب تطبيق القانون ليس إلا نعم نحن في عدة أسئلة وجهناهم وجهنا إلى وزير العمل أنا في خمس أسئلة موجهة لوزير العمل حول بعض الشروط تضعها بعض المؤسسات في الخبرة المهنية لما تأتي بسائق وتقولوا أعطيني عشر سنوات خبرة هذا ليس بالمعقول وما كانت ردود الوزير؟ كانت هناك تدخنا في عدة مناسبات حول هذه الشروط التعجزية كذلك مؤسسات تجد تضع شرط 35 سنة دير لك عرض عمل ودير لك شرط التحت لابد أن تعجزية وبينما القانون والتشريع الوطني والدولي ليس هناك أي بند يحدد أسن هذه تجاوزات فوق القانون إحنا ترحنا هذه الأسئلة على وزير العمل وكان بدوره سيوز شرف الحالي والوزراء السابقين كلهم فندوا وقالوا أن ليست هناك قوانين أنها تشارت السن وهذه الشروط التعجزية نقضي عليها لكن يبقى دائما السكان الجنوب والقاطني المناطق الصناعية يجهدون في أنفسهم أنهم محرمون بسبب بعض الممارسات وبعض الطرق الملتوية في الوصول إلى المؤسسات يعني نطلب شفافية أكثر نطلب ديمقراطية أكثر نطلب أننا من الدولة أن تكون هناك رقابة على هذا القطاع لكي تستقر هذه المناطق لأن استقرار المناطق الصناعية هو استقرار الاتصال الوطني بما أن مثلا بلدية حصر التي أنتمي إليها أن هذه البلدية التي تصنع ميزانية الدولة الجزلية مدينة الغاز نجد الكثير 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 لا يستفيدون من مناصب العمل بسبب يعني ربما التضخيم المسجلين لدى الوكالات الوطنية الوكال الوطنية للتشغيل بحيث نجد عندنا بطاقة الناخب يسجل بها بينما الدستور أعطى لبطاقة الناخب هو حق الانتخاب وليس نطلب من الدولة ونطلب من وزارة العمل ووزير الداخلية أنهم يرجعون للإحصاء الأخير للسكن والسكان في كل المناطق الصناعية ما هو موجود في المنطقة عنده الحق والأولوية ولما تكون هناك فائض ماذا بين كل الجزائريين وكل البلديات متاع الولايات وكذلك إذا كان مكانش تروح حتى الولايات أخرى ولما لا لأن الجزائر هي للجميع وهذه المؤسسات وهذا البترول هو ملك لكل الجزائريين تتوفر ولاية الأعواط على كلية الطب وهذا أمر جيد بطبيعة الحال مما يوفر للطلباء على التنقل من بين الولايات ولكن لماذا لا يكون في المقابل مركز استشفائي جامعي نحن نجد أن جميع المستشفائي يعني المراكز الاستشفائية الجامعية موجودة في مدن ماء في الساحل الغالبية انتحها في الساحل نجد تنقل يعني المواطن تاع المناطق الصحراوية والجنوبية إلى الجزائر العاصمة من أجل الاستشفاء ومن أجل الطب طلبنا في العديد من المرات من كل الوزراء السابقين لما لا يكون المستشفى الأغواط مستشفى جامعي أنتم تشتريطون كلية للطب نحن عدنا كلية الطب والتذكير هناك الدفعتين تخرجت من هذه الكلية كذلك تشتريطون المعهد الوطني للشبه الطبي موجود اليوم كل المرافق هناك مستشفى عنده عامين من السنين من اللي يفتحه هو جديد مئتين وربعين سرير وعندنا مستشفى قديم مئتين وربعين سرير وهناك هياكل صحية موجودة بكل من أفل وقصر الحران وحسرمل لما لا تستفيد ولاية الأغواط وتكون أنها بوابة يعني تكون في مفترق وسط الجزائر يعني الأغواط هي بوابة للصحراء لما لا يكون مستشفى جامعي بحيث يستقبل جميع من يطالبون العلاج في المدن الشمالية يبقوا في الأغواط نحن لم نطلب المستحيل الوزير السابق سمحه الله سمحه الله أعطى كان دشاً للمستشفى وقال عندك مستشفى جامعي لكن يبقى مجرد كلام ومجرد مراوغات سياسية وطرحت عليه السؤال في البرلمان عدة مرات حتى في العهده السابقة تبعت هذا المستشفى هذا لكن اليومنا هذا نطالب وهل أعدتم طرح السؤال على سيد الوزير عبد الحق ساحي؟ نعم هل أعدتم طرح السؤال؟ أعدنا طرح السؤال وكذلك عندي سؤال الخميس القادم حول مستشفى الكاك اللي هو مجهز بأحدث الأجهزة يبقى فقط المسرعات ونعرفوا إحنا مرض السرطان ربيش فيهم هم بالكثير يعني في الأوين الأخيرة لعدة أسباب على مستوى الوطني لكن تعطل المسرعات رغم أن رئيس الجمهورية والوزير الأول كان شدد بأخذ عين احتبار مرض السرطان حتى في بيان سياسة حتى في جلب الأجهزة يعني هاته المسرعات تعهد الوزير الأول أثناء رده في بيان السياسة العامة أن المسرعات يكونوا قبل نهاية العام الفين واثنين وعشرين لكن إلى يومنا هذا المسرعات يعني ما جوش وقال بل نجيبه 29 يعني مسرع خاص بمستشفى السرطان لكن إلى يومنا هذا ولكن إلى متى يبقى مرض السرطان المسرعات لم تأتي ونجه حتى التاريخ اليوم الوزير راح يجيني الخميس الجاي يجاوبني على وقتاش يتفتح مستشفى السرطان هذا المستشفى أنا قلت تحفة معمارية ومجهز حتى الجامب البشري يعني موجه ليه كل شيء يعني يستعد إلا يتسنى إلا البصمة هذه المسرعات ولكن يبقى يعني في خدمة مرض السرطان سواء كانوا من ولاية الأغواط أو خارج الأغواط هاته الفئة التي نعرفها وتتنقل يوميا كان هناك أخذ يعني ديرون ديفو لمدة سنة باش يعالج بالله العشيمي ترابي رغم أن مرض السرطان هو يتسابق مع الوقت يتسابق مع الوقت وكذلك مرض السرطان يجد نفسه أنه يتنقل لألاف الكيلومترات من أجل البحث عن طب الأشعة راديو ترابيك نتمنى إن شاء الله من الدولة تعني أنها تدارك نفسها وأنها في القريب العاجل أنها تفتح هذه المستشفيات وكذلك في القريب العاجل يعني مرسوم المستشفى الجامعين تعولية الأغواط الدولة تتكلم على مستشفيات بمعايير دولية ومع شاركة مع عدة دول مثلاً شاركة مع قطر في منطقة زرالدة نحن لسنا ضد هذه إضافة إضافة صحية إضافة لهذه المناطق لكن تناست أن هناك مرافق جاهزة تنتظر أنها تفتح وأنها تجسد وأنها توضع حيث خدمة خدمة للمرضى وخدمة لبعض المناطق وبعض الطبقات التي يصعب عليها حتى التنقل يا أختي الفاضلة التنقل في الطائرة من تمرس إلى الجزاء العاصمة أكثر من التنقل إلى دولة تونس وإلى فرنسا الخطوط الجوية الداخلية أغلى حتى من الخطوط الخارجية يعني عادمية الدخل والطبقات البسيطة ما مش قادرين حتى باش يتنقلوا وما أدراك المرضى نحن نتمنى تكون هناك عدالة صحية في المرافق نحن ثقتنا كبيرة في الدولة نتاعنا وثقتنا كبيرة في رئيس جمهورية كذلك ماذا بنا؟ يؤخذ بعين الاعتبار هذه التنقلات وهذا العناء لدى المرضى من الجنوب هم يأتون هنا بالأسابيع ويبقى أنه يتنقل بين المستشفى وآخر من أجل الطب ومن أجل العلاج لم يطلب شيئاً آخر لم يأتي من أجل السياحة أتى من أجل العلاج اليوم نحن عندنا تتنقل من الأغواط إلى العاصمة رأى في مسافة 2020 ترقي متاحها في 500 ألف كيلومتر بسبب أدنى شيء بسيط لجيل العاصمة نتمنى إن شاء الله الدولة أنها تطبق العدالة في تقسيم المرافق الصحية وتكون أنها موجودة هذه المستشفيات في جميع المدن كذلك مستشفى المدينة الجديدة لبلدية حاصرة من العيب المستشفى عنده أكثر من عشر سنين ومازال لم يكمل هذه البلدية التي تساهم في صناعة ميزانية الدولة الجزارية يبقى في المستشفى أكثر من عشر سنوات حتى ومؤخراً سيد الوزير الأول قد منح اعتمادات مالية لمائة مليار سنتيم لهذا المستشفى من أجل يعني بعد تدخلنا من أجل استكماله لكن تبقى دائماً وترك الإنجاز بطئة وهذا يعود بالسلب على ساكن المنطقة وبما أن المدينة تقع في طريق وطني كثير الحوادث نتمنى إن شاء الله أن الدولة تدارك هذا النقص وتدارك هذا البطء وهذا التعخر يعني رئيس جمهورية مؤخراً تكلم على التعخير في إنجاز المشاريع من العيب أن نتكلم على يعني في عدة مجالات ليست حتى في المجال الصحي مشروع اللي يبقى عشر سنوات عيب هذا الشيء مستحيل مدينة سيدة عبدالله قال في أربع سنوات كانت جاهزة بكل المرافق تحتها اللي نتكلم على خط سكة حديدية لمئة كيلومتر يبقى خمس سنوات هذا غير منطقي إشراك الخبرة الأجنبية إحنا أصبحنا يعني نشوفه باللي أمور واللات سلبية في الساحة الوطنية بسبب بعض الممارسات أظنها ما زالت من الحقبة الماضية هناك آدات للتعرقيل هناك آدات لوقوف ضد سياسة يعني مقاومة التغيير الحكومة ماشية رئيس جمهورية ماشية لكن هناك مقاومة التغيير على المستوى الأسفل المستوى الولايات بعض المشاريع لم ترى النور معدة سنوات ولاية الأغواط معروفة بالزاوية التجانية هل هناك إجراءات لدعم السياحة داخل الولاية؟ والله شوفي ربما شوفوا يعني ما تتربى عليه الجانب السياحي في الجزائر يعني كما أسلفت أن الجزائر يعني مساحة كبيرة أكثر من 2 مليون كم ربع نعرف باللي تنوع الأنواع السياحة من السياحة الحموية إلى السياحة الجبلية إلى السياحة الصحراوية سياحة الدينية مثلما ذكرتي بالنسبة لعين ماضي وهي ربما يعني كوجهة للعديد من الدول معروفة بأتباع الزاوية التجانية التي نحترمها كثيرا والزاوية التجانية معروفة في الأغواط بأنها عندها أتباع على المستوى الدولي بأكثر من 500 مليون يعني المريدين إليها يعني هذا الشيء نتمنى أن السياحة الدينية ترى النهضة وترى النور بإنشاء المرافق وتسهيل التنقلات سواء كانت جوية ولما لا يستعمل مطار الأغواط لبعض الرحالات الدولية من السينيغال من موريطانيا من زيمبابوي من نتشار يعني من عدة دول لكي تنقل يعني هذا المريدين إلى المنطقة بكل سهولة ويصبحون يؤدون هذه المشاعر بكل سهولة وتعود هذه السياحة الدنيا بالعملة الصعبة كذلك على الخزينة العمومية وتحيي المنطقة من حيث من حيث مناصب العمل ومن حيث الجانب الاقتصادي يعني هذه السياحة التي نشجعها نشوف باللي الدولة لابد أن تعيد النظر في هذا المجال لأن الجانب الخدماتي أنا طرحت سؤال مؤخرا على السيد وزير السحة وقلت له لو كان نهتم بالسياحة وزير السياحة عفوا نهتم بالجانب السياحي يصبح بديل للطاقة لأن الجانب الخدمات هناك بعض الدول مثل ما هو الحال عند الدول المجاورة قطع الخدمات عندها قوية بزاف عندها مئات الفنادق في عدة مناطق وخاصة الساحلية كذلك أن الجزالي يحبث بعض النوع من السياحة مثل السياحة الحموية السياحة الجبلية السياحة مثلا يروح أقصى الحدود التمرس باش يشوف الغروب بتاع الشمس يعني هناك عدة وجهات والحمد لله بعض التسهيلات يعني مؤخرا في سنة 2023 وضعتها وزارة الخارجية نسمعه عن طريق يعني الإعلام باللي تسهلت حتى الأجام باش يدخلوا لطراب الوطني من أجل زيارة بعض المعالم السياحية من حيث التأشيرة اللي كانت صعبة في السابق على عدة يعني تأشيرة الجزالية أن الناس تشكي منها اللي الحمد لله بعض التسهيلات وبدأنا نشوفوا باللي الأجام بدأوا يجوا الجزائر وربما تحيى الوكالات يعني يعني ينعش الوكالات السياحة وتعود بك الحركة التي فقدناها منذ سنوات هذه الحركة اللي كانت تبادلات السياحية وتبادلات الوفود لما لا يذهب الجزائرين بالملايين نحو الجارة الشرقية وكل شيء موجود عندنا وكل شيء لما لا تكون هناك مدن سياحية يعني مرافق سياحية كبيرة بربما أثمان تكون في متناول الجزائرين والقدرة الجزائرية من المستحيل أن ننذر السياحة والقهوة في الفنادق بخمسمائة دينار جزائري من المستحيل أن ننذر السياحة والقارورة من الماء بمئتين دينار جزائري من المستحيل أن ننذر السياحة والوجبن تاع الأكل تاع العشاء بخمس ألف دينار جزائري هذه الأسعار غير غير مقبولة ولا ترفع من السياحة في الجزائر لأن السياحة لا بد من تسهيل الجانب الخدمات وكذلك تتلاسب مع قدرات الجزائريين لأنك باش تروح التمرست بـ 25 ألف دينار جزائري للتذكرة إذا عندك عائلة من خمسة وتزيد لازمك شهرية عنك ميزانية تعسنة باش تتروح هذا ما يجعل بالجزائري اخسير أن يسافر إلى دول أو بلدان مجاورة بدل السياحة نبادل السياحة الداخلية وهذه ربما أنا الأوان أننا نعيد النظر في السياحة في السياسة الخاصة بالسياحة وبعث السياحة من جديد بقوانين جديدة وبأريات جديدة وبميكانيزمات جديدة وبأفكار جديدة ولماذا لا يشارك الخبرات الأجنبية نشوفه في دول على ضفة البحر الأرض المتوسط مثل مصر ومثل الجارة الشرقية وعدة دول لا نتكلم على الدول الأوروبية نتكلم عن منهم عرب يعني الجانب السياحي عرف أن نوع من التقدم وعرف نوع من القفزة عندهم إلى ربما عاد ينافس حتى الدول البترولية مثل الجزائر هنا لو كان الجزائر تستغل الثروات السياحية الموجودة عندها رحوا بعيد بالنظر لتعدد المناخ الجزائري بالنظر للتقاليد الموجودة في الجزائر بالنظر لمساحة الجزائر بالنظر لشيء موجود في بلادنا شيء كبير في بلادنا ينتظر مثلما السيدات الجمهورية افتح ورشاد في جميع المجالات نتمنى كذلك السياحة أنها تأخذ ذاك القصد وتأخذ الوقت للدولة أنها تلتفت إليها وتنعيش هذا الاقتصاد من أجل خلق مناصب عمل ومن أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومن أجل كذلك راحة الجزائري ومن أجل ربما الجزائري باش يتنقل لمئات ولا آلاف الكيلومترات إلى بعض الدول يبقى في بلاده ودرهم ويكلها في بلاده وبلادنا الحمد لله بخير عليها والحمد لله بفضل هذه السياسة اللي عرفناها في السنتين الماضيتين اللي رجعت الأمل للجزائر رجعت قيمة الجزائر رجعت يعني نخوة الجزائري رجعت له ذاك النيف اللي كان عنده ورجعت له أنه ما يهبت رسول والجزائري عمره تعرفوه باللي يقول لك باللي الجزائري خشين بالفعل نحن ومناش منذكر يعني على سالف أجدادنا أجدادنا بالأمس خرجوا الحلف الأطلسي بالصرامة وبالجهاد بالأمس حتى واحد ما دار في نمزية وعطانا صيق لنا بفضل أبائنا وبفضل بسالة أجدادنا اليوم كذلك نحن من صلب الأجداد ومن صلب الإخواننا نتمنى إن شاء الله أن الجزائر تعني تحكم القاتل والهذا ليس بالمستحيل اليوم صبحنا الحمد للهيارب نقولها بصراحة أن الجزائر قدرت أنها تتخطى مرحلة الخطر بفضل السياسة الراشدية وبفضل الإرادة السياسية الموجودة لدى السيد الرئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي كلمة ختامية كلمة ختمية أختي ربما الأمل موجود والحمد لله ربما نشوفه نرجع إلى 22 فبراير 2019 لما خرج الشعب الجزائري مطالبا الحراك الشعبي مطالبا بإعادة كرمته مطالبا بالتغيير الجذري في جميع المستويات الحمد لله بعد أقل من سنتين اقطع نشوت تقريبا 50% في إعادة هذه الثقة للشعب الجزائري هذا ما أفرزته انتخابات ديسمبر 2019 بتعلي بوصول سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد التبون إلى سدة الحكم والعهود التي قطعها على نفسه نقول لهذا الشخص أننا موجود لهذا الرجل أننا مساندين ومداعمين لبرنامجك ونلتزم به وما نطلب ولا شيء إلا استقرار الجزائر وازدهار الجزائر بفضل سواعد أبنائها النائب خليفة بن سليمان شكرا لك مرسا أخرى على الاستقبال الله يجزيك شكرا خطير شكرا تحياتنا حتى أنتم مشكورين العفو إلى هنا وصلنا مشاهدين وإياكم لنهاية عدد اليوم من برنامجكم الأسبوعي من قلب البرلمان نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة